اكد الرئيس اللبناني مشيل عون العمل على التخفيف من معالاة اللبنانيين في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان جاء ذلك خلال لقائه مع نائبة المنصق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رجدي حيث بحث عون تطورات الأوضاع المعيشية والإنسانية في البلاد وسبل معالجتها بالتعاون مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة مشددا على أهمية دور المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب اليوم بوافد من الاتحاد الأوروبي بحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع العامة في لبنان وضرورة إجراء انتخابات نيابية نازيها وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن وذلك لمتابعة إجراء الإصلاحات المطلوبة هذا وقد أعرب عضو مجلس النواب اللبنانية سليم عون عن تفاؤله بقرب تشكيل الحكومة الجديدة متوقعا تأليفها خلال 48 ساعة وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام التي نقلت تصريحات النائب البرلماني فإن لبنان قاب قوسين أو أدنى من تأليف الحكومة هذا وقد توقع سليم عون أن تتألف الحكومة من 24 وزيرا من بينهم ثمانية وزراء لرئيس الجمهورية و 15 وزيرا للأطراف الباقية مشددا على أنه لا عذر لعدم تأليف الحكومة